السلام عليكم حبيبي اهلا بكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف لو اول مرة تشوفيني ومهتمة بالاكل الصحي اللذيذ ما تنسيش تشتركي بقناتي وتفعلي اول جرس عشان يوصلكم مني كل يوم اشعار بفيديو جديد هنعمل النهاردة ان شاء الله كيكا لذيذة جدا وهشة زي ما انتو شايفين بالبرتقال كمان من غير دقيق ابيض ومن غير شوفان ومن غير دقيق لوز ومن غير دقيق جوزان اقتصادية جدا مكونات كلها ان شاء الله تكون متوفرة عندك وتقوم يتجهزيها حالا طبعا ان شاء الله تنفع كتحلية بعد الفطار في رمضان او ممكن كمان تاكلوها بقى مع الصحور كده بكوبية شاي بلبن رائعة ولذيذة انتاخدش وقت خالص يعني تجهزها صحيح شايفين بقى هشة زي وفتحة كمان تعالوا بقى نشوف المكونات ايه زي ما قلتلكو اه من غير دقيق ابيض ومن غير شوفان ولا دقيق لوز ولا دقيق جوزان يلا بقى انا توقع دلوقتي احنا عاملينها بايه معي اه كوب من السكر انا استخدام سكر فكهة وكوب الهربع من الزيت وبرتقالة مقشرة نصها واخد القشر التاني سايبين طبعا مغسول وكوبية من عصير البرتقال ده برتقال بلدي وخمس بضغط بدرجة حرارة الغرفة وعليهم فانيليا كل ده في الخلاط طبعا انا كتبالكو برضو المقادير في اخر الفيديو بالتفصيل ضربت كل ده في الخلاط لمدة عشر دقيق شايفين البرتقالة طبعا اتهرست تماما ومش بينها خالص بشرها خدت بقى دلوقتي المقادير الجفة دي دورة اصفر خدت منه كوبايتين دي اللي هي الكوباية اللي انا معايرة بيها السكر والزيت وعصير البرتقال هي نفس الكوب الكوب ده يعني حجمه متين وعشرة ملي خدت منه اتنين كوب من دي الدورة خدت كمان كوب بقى من هنشوف دلوقتي دقيق الشعير خدت كوب من دي الشعير دي المقادير الجفة احنا طبعا خلاص ضربنا المقادير السيلة مع بعض في الخلاط ودي هي المقادير الجفة كوبايتين من دي الدورة الاصفر وكوب من دقيق الشعير هحط عليهم معلقة كبيرة من البيكنج بودر ونقلب كويس معلقة كبيرة من البيكنج بودر وتكون هرمية مش ممسوحة هتشوفها دلوقتي طبعا بنخلط المكونات مع بعض الجفة دي معلقة هي هرمية من البيكنج بودر معايا كمان رشة ملح اساسي شايفين منقلب بقى المكونات كويس تتدخل مع بعضها طبعا دي الشعير في اي حاجة بيغمقها بس الكيكة دي من شاء الله مش هتبقى غمق او زي ما انتو شايفين عشان حطين دقيق دورة عليه دي رشة الملح دلوقتي بقى هقلب المكونات السايلة هي زي ما انتو شايفين في الطبق هنزل عليها بالدقيق الدورة مع الدقيق الشعير مع البيكن بودر وزرة الملح وهنخلهم كويس بس مش هننخل الكيمية كلها مع بعض شوية شوية ونقلب بالمضرب السلك مش الكهرباء المضرب السلك اليدوي مش كل دقيق مرة واحدة يا بنيت احنا بننزل بالدقيق شوية بشوية وإحنا بننخلهم وهوريكو دلوقتي بقى القوام الصح اللي هيطلع الكيكة معاكي زي دي كده ان شاء الله بإذن الله تطلع معاكي نكحة وهشة رغم انها دقيق دورة ولكن رائعة ولذيذة شوفوا رغم انها دقيق دورة بس الكيكة تحفة رغم ان فيها شعير بس مش غمق ممكن تستخدموا في التحلية سكر الفاكهة زي ما انا عملت او ممكن عسل نحل بس مش هنصح بدبس التمر لانه هيغمقها لو مريض سكر هيكل من الكيك مش هيحط كل كمية التحلية دي هيكتفي بس بربع كوب من عسل النحل او سكر ستيفيا ويفضل سكر ستيفيا للسكرين يعني مريض السكر هيستبدل سكر الفاكهة والعسل بسكر ستيفيا نقلب هكمل بقى بقية اللي دقيق هنخله كله وواريكه القوامة المزبوط هيبقى عمل ازاي انا كل ده ايه شايفين بقى هنقلب كويس جدا كنت بقى نخلق دقيق حبة حبة قوام رائع للكيك وكريمي جدا شايفين الجمال على فكرة بيبقى الكيكة ديها تبقى نكحة ولا لقى من القوام بتاعها قبل التسويه بصوا الخليط ناعم ازاي وكريمي ما شاء الله طبعا لو هتسويه في صانية الومنيوم فلازم تدهنيها زيت وترشيها بالدقيق لكن انا علشان الصانية بايركس فبحط فيها الخليط على طول من غير مدهنه انا حطتها في الرف اللي في النص على حرارة 180 واخدت ساعة الا ربعة وما تطلعوش من الفرن بعد ما تطفي مباشرة تسبيها كده شوية حوالي خمس دقايق داخل الفرن بعد ما تطفي علشان ما تهبطش اول ما تطلع هواريكو بقى شكلها دلوقتي بعد ما تطلع من الفرن لونها جميل وهذا لون ده بيحلو قوي انا طبعا مشغلتش الشوية هي بتاخد لون من تحت ومن فوق جميل جدا شايفين لونها رائع ازاي طبعا اشر النص البرتقان اللي احنا ضيفينه معاها ما تدير ريحة فظيعة للكيك رحت البرتقان فيها بينا جدا ولون كمان شايفين لونها رائع ازاي تعالوا بقى نفتحها من الداخل ونشوف شكلها ايه زي ما انتوا شايفين هي ارتفعت في القلب لونها رائع جدا هي في الحقيقة كمان كان لونها احلى من كده بكتير ودلوقتي بقى هنقطع الكيك مع بعض ونشوف شكله ايه مش محتاجة بقى لصوص عليها ولا اي حاجة هي هشة وطرية جدا من الداخل مغزية ولذيذة ومشبعة بنقطعها بقى ايه كانت لسه ما بردتش ما شاء الله يعني القلب البيركس ده مقاسه ستة وعشرين ممكن طبعا تعملوها في مقاس اربعة وعشرين وهتبقى اعلى من دي علشان كلها مقاس الصينية بيصغر كل ما هي بتعلى بصوا بقى من داخل هشة ازاي شايفين ولونها فاتح ماشاء الله جدا رائعة وما تخافوش يعني اشر البرتقال مش هيمرارها بالعكس بيحليها مديها ريحة برتقال كوية وطعم برتقال بين فيها احنا خدنا برتقالة بلدي باشرها شلنا بس نص القشر الخارجي زي ما انتم شفتوا كده في الفيديو وخدت كوب من عصير البرتقال البيور البلدي الكوبية طلعت من حوالي اربع برتقالات بلدي عصرتهم وخدت منهم عصير بتاعهم ده غير طبعا البرتقالة اللي ضربتها في الخلط مع البيض والسكر والزيت بصوا هشة ازاي هشة ما شاء الله يعني بصراحة احلى من اي كيكة عملتها بدي ابيض كمان قبل كده رائعة ما شاء الله رائعة ان شاء الله تجربوها وتنجح معاكم تبقى احلى كمان وكمان من دي مكونات كلها دين في اخر الفيديو ما تنسوش يا بنات اللايك والشير والا لسه ما اشتركش في القناة ياريت يشترك ويفعل اول جرز وبجد بجد انا بشكر جدا كل اللي يبعتولي تطبيقات بتاعتهم على صفحتها على الفيسبوك وبيشجعوني بتعليقاتهم الجميلة اللي دايما بتساعدني بشكركم جدا وياريت يعني انا بزعل بصراحة يعني بلاقي الفيديو اخد مشاهدات كبيرة بس اللايك قليل قوي فياريت كل اللي يشوف الفيديو ما ينساش اللايك لان دا بيرفع الفيديو لاني بتعب جدا في الفيديوهات دي ونفسي انها هتوصل لكل الناس طبعا القناتي مش هتكبر غير بيكم وليكم وشجعوني ان انا استمر اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جديدة قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة